كتاب صدر سنة 2009 2009-2008 2009 كتاب اسمه كتابه رجل استخبارات امريكي هو مدير لمعهد اسمه استراتفور معهد استراتفور او مؤسسة استراتفور مؤسسة مخابرات خاصة يعني جهاز مخابرات بس برايفت خاص بيعمل دراسات استخباراتية ويبيحها وكأنه نظام جهاز مخابرات لكنه بيتمك تتفق معاه يعمل لك دراسة عن حاجة فهو جهاز استخبارات خاص موجود في امريكا واوروبا هذا الكتاب فهذا هذا الرجل عمل كتاب اسمه الاعوام المئة القادمة استشراف القرن القرن الـ 21 اسمه جورج فريدمان هو مدير هذا المعهد كتاب عنده رؤية واستشراف للمستقبل وبيكلم مش قرآن مش معلومات لكنه استشراف قراءة للمستقبل تكلم على كل الدول من ضمن ما تكلم عن الدول تكلم عن تركيا كتاب دا معمول انت بس اللي شاهد في الموضوع 2009 2009-2008 اعتقد دا ترجمة دا ترجمة بالعربي اهو تم حضراتكم ترجمة لستاذ الدكتور منزل محمود اهو 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 دا كتاب اهو كتاب دا يعني اه الازمة اللي فيه اهو كتاب معمول ومكتوب وفي السوق لكن الغريب في الامر التوقيت دلوقتي ان يطلع جزء من الكتاب بخريطة بتقول ان تركيا ستصبح دولة لها نفوذ يمتد اهو اهو اهي الخريطة اللي طلعت من الكتاب اللي صدر 2009 بيقولوا في شمال افريقيا تونس و ليبيا وتونس ومصر وكل دول الخليج بالكامل واليونان بالكامل والبانيا ورومانيا ودول القوقاز وجزء كبير من روسيا وشبه جزيرة القرم وازربيجان وكل الاحمر اللي قدام حضراتكم نفوذ تركي متوقع سنة 2050 يعني بعد حوالي 30 سنة مين اللي بيقولوا الراجل الدكتور جورج فريدمن بتاع الجهاز المخابرات الخاص الكلام ده يا جماعة موجود من زمان 2009 بقى له 10-11 سنة طب مال ايه اللي حصل دلوقتي انا باسأل انا ما عنديش معنوة باسأل بقول لماذا الان يخرج هذا الكتاب اللي فيه هذه المعلومات اللي موجودة في الكتاب من 10 سنين ليه بتطلع دلوقتي وفي تركيا بسرعة يزعوها الراجل ده امريكي والمركز ده امريكي المركز الامريكي وراجل بتاعه الاستخباراتي مش هيطلع معلومة كده اعتباطا لازم يكون فيه حاجة وراها سربوا الموضوع والموضوع 12 في تركيا اردوغان قال لك ايه واحنا عندنا هيبقى عندنا نفوز والدولة العثمانية ترجع من جديد خلال الفترة القادمة بعد 30 سنة وعايز اردوغان بفكركم بالكلام اللي وقفت حتى يعني حتى بوحة صوتي بقول انه عايز يلغي اتفاقية لوزان 1923 بعد سنتين 1923 تخلص اتفاقية عايز يلغيها هو ويتحلل ويعود تاني للدولة العثمانية وخط كورخانة وخط كورخانة ابراهيم ولا ايه مش خط كورخانة انا اسف الاتفاقية اللي بيعود فيها في سوريا والعراق المساق الملي المساق الملي المساق الملي واتفاقية لوزان اللي اتنين عايز يفاعل واحدة ويلغي واحدة فهو عنده حلم عثماني عشان ما انتهش عنده حلم عثماني فهو الدولة التركية اسست 1923 فبعد مئة سنة يعني قرن 2023 هو عايز في 2023 يلغي اتفاقية لوزان ويعود تطلق ايد تركيا في كل المناطق دي بالقصة الراجل امريكي الخبيث خبيث عمل ايه نشر الباب او الفصل بتاع تركيا الاتراك لقطوه قالك احنا اقوى جدا احنا اعظم ناس في الدنيا ده اللي حصل طيب هو عملها كده يعني بيجامل تركيا لا ده هو عايز يغيز ويناكف وينكد على مين مين بوتن على روسيا لانه بيقول لروسيا يا روسيا خدوا بالكم ده خطة تركية تركيا خلت الطعم فرحة رفعت عضلاتها مين اللي زعل مين اللي هيخاف مين اللي هي روسيا وهم الاتنين حلفاء فامريكا عايزة توقع الطرفين فبع ده تقدير اللي تحليلات بتحصل شايفين يا جماعة مراكز بقوص بتعمل ايه شايفين الناس مش الدولة مراكز بقوص مستقلة وخاصة شغالين بيلعبوا شغالين يا جماعة بيعملوا يا جماعة تخيل واحد كتاب موجود بقى لقد يطلع منه فصل خريطة رمقها الدنيا تقلبت الدنيا تقلبت يا جماعة بخريطة تركيا فرحنين جدا جدا إله هنبقى أخوى جدا وأمريكا ما تطعم تركيا بسرعة ما تجيب يا براهيم الجماعة الروس ردوا قالوا والله الكلام ده احنا مش فاهمين ايه الموضوع واعتقد دي مبالغة واحنا كذا وتركيا قد قالوا يعني ده موضوع طبعا المخابرات الروسية والكي جي بي مش بيلعبوا يعني يعني عندك السي اي اي والماي سيكس وعندك الكي جي بي لا مش بيلعبوا لكن فيه عملية بيستخدم تركيا بيرموا البعض يعني ايه امريكا بتلاعب تركيا بتلاعب روسيا بتركيا بالخريطة دي فالخريطة بس انا بقول للناس انا كمان لا اعطيها اهمية ولا تؤثر في انه بتمثل حقيقة لاني انا افهم تركيا من الداخل جيدا واعلم ان تركيا مقدمة على كارثة قد تؤدي الى تقسيم تركيا اللي بيحصل النهاردة من استقصال العرق الكردي من داخل تركيا والعرق العلوي من داخل تركيا بيؤدي الى تفسق الدولة التركية اردوغان بيحلم انه تركيا في الفين تلاتة وعشرين بعد مرور مئة سنة ان هي ترجع تاني دولة عثمانية وانا بقول له بطريقتك دي هترجع تركيا تاني تنقسم يبقى فيه عندك عاصمة في اسطنبول وعاصمة في انقرة وعاصمة في ديار بكر اللي بيحصل عكس التوجه الراجل جورج فريدمان مش قاري المشهد بيقول ده هتبقى خريطة ونفوز ده مش صحيح لذلك انا استسخف هذه الخريطة واستسخف واسخر من هذا الطرح واقول بانه طرح مثير للشافقة على من يصدقه ومثير للشمئزاز عند الروس ومثير للإعجاب عند الاطراك لكنه في النهاية عبارة عن سخرية دمها تقيل هي دي الخريطة اللي بيتكلم عنها معهد استراسفور وطبعا هو انا بقدر لكم قصة كتاب والكتاب في فصل كلم على تركيا والراجل ده شغال في معهد استراسفور بتاع المخابرات الخاصة فيطلع بقى الصحف تقولك ايه معهد استراسفور للدراسات الاستخباراتية تركيا ستتمدد في منطقة الشرق الاوسط في عشرين خمسين واتصل وتحتل الدول ايه يا عم؟ ونقل بغبغانات بننقل وبنقول الكلام ده معاه بقى له اسبوع ولا حاجة وبعدين جبنا كتاب وقلت لابراهيم الكلام ده ايه رأيك فيه؟ نفس الكلام قعدنا ننقش مع زمالنا في المتخصين بقى لابراهيم